لماذا يبدو أن شعورك بالسعادة يتلاشى بسرعة بمجرد تحقيق هدف طالما سعيت إلى تحقيقه؟ ماذا لو أخبرتك أن عقلك هو السبب الرئيسي، إذ إنه قد يكون حليفاً وفياً لك أو قد يتحول إلى عدو معاد لك؟ الجواب يكمن في فهم كيفية استغلال إمكانية الدماغ، إذا كنت تستغل قدرات عقلك بشكل مؤثر وتستثمر في تطويره، فربما يكون عقلك حليفاً مخلصاً يدعمك نحو تحقيق النجاح وتجربة السعادة. وعلى الجانب الآخر، إذا كنت تسمح للمخربين العشر، وما يليها من أنماط تفكير تدميرية بسيطرة عليك، فإن عقلك قد يتحول إلى عدو معاد يقف عائقاً أمام تقدمك. والاستخدام عقلك بشكل فعال، وإشراكه في تحقيق أهدافك وجعله حليفاً يعمل لصالحك، فإن فهم وتطبيق مبدأ الذكاء الإيجابي سيكون الخطوة الأساسية لتحقيق ذلك. في كتاب الذكاء الإيجابي، يوضح شيرزاد شامين أن كل توطرك وتعاستك ناتجة عن الخصوم في عقلك، أنماط التفكير الضارة التي يسميها الأنماط المخربة، وهي أنماط سلبية للتفكير، والتي تشكل شخصيتك وبالتالي سلوكك وتصرفاتك، فهي تعاكر مزاجك وتؤثر في طريقة تجربتك للحياة. في ملخص اليوم لكتاب الذكاء الإيجابي، سنلقي الضوء على الأنماط المخربة العشر كما يسميها الكاتب، ثم التقنيات الخمس التي يحتويها الجزء الحكيم في دماغك التي تمكنك من مواجهة المخربين العشر، وسنختم بتمرين بسيط وعملي لتطبيق كل ما ستتعلمه في هذا الملخص. كن مستعداً إذن للاستمتاع برحلة إلى عالم الذكاء الإيجابي، واستكشاف مفاتيح التغيير، ضع سماعات الأذن وركز معي. كيف يعرقل دماغك سعادتك ونجاحك؟ وفقاً لشامين، فإن التوتر يأتي من عمليات التفكير الضارة التي تؤثر على قدرتنا على التصرف والتفكير بعقلانية، وعمليات التفكير هذه كانت في مرحلة من حياتنا كآليات للبقاء، لكنها في مرحلة البلوغ تعيق التقدم والنجاح في كل جانب من جوانب حياتنا. وكما قلنا يمكن لأدمغتنا إما أن تعمل ضدنا أو تعمل لصالحنا، عندما تعمل ضدنا فذلك لأن الجزء الذي يعمل من أجل البقاء هو الذي يتولى التحكم، وهذا الجزء من الدماغ. مسؤول عن حمايتنا من الأخطار التي تهدد سلامتنا أثناء الطفولة، من خلال مساعدتنا في تحديد التهديدات وتجنبها. فمثلاً، قد يعمل هذا الجزء على حمايتنا أثناء الطفولة من خلال تنبيهنا إلى أن الأماكن المرتفعة قد تكون خطرة، بهدف حمايتنا من تهديد السقوط. هذا النوع من الحماية كان ضرورياً لضمان سلامتنا وبقائنا في ظروف غير مألوفة بالنسبة لنا وخطيرة، ولكن في مرحلة البلوغ ومع تغير سياق حياتنا، فإن دماغ البقاء يضر أكثر مما ينفع. يستمر في تضخيم التهديدات ودفعنا إلى حالات من التوتر الشديد في المواقف التي لم تعد تشكل تهديداً حقيقياً. حالات يمكن التغلب عليها إذا استخدمنا الجزء الآخر من الدماغ، الجزء الذي يساعدنا على التعلم والتطور بدلاً من البقاء فقط. وفي مرحلة البلوغ يتجلى دماغ البقاء على شكل تصرفات وأنماط ذهنية مختلفة، وهذه الأنماط المخربة هي نوع من السلوكيات والسمات التي يتجه الدماغ لتبنيها لتعامل مع التوتر بطرق غير صحية. نظراً لأن الدماغ يقنعنا أن هذه السلوكيات هي الوسيلة الوحيدة للبقاء والتأقل مع التوتر. ويوضح شامن أن هناك ما مجموع عشرة أنماط مخربة هي القاضي أو المنتقد، المتحمس، المفرط للإنجاز، المسيطر، المتاقق، المشتت، المتجنب، المفرط في العقلانية، المرضي، المفرط في الحذر، والضحية. ويقول الكاتب أن النمط المخرب الأول، القاضي أو المنتقد، يختلف عن التسع الآخرين، حيث يعتبر إلى حد ما مديراً لهم. سنناقش القاضي أولاً، ثم نجمع التسعة الآخرين بشكل موضوعي ونتحدث عنهم بشكل مفصل. أقوى المخربين، القاضي أو المنتقد المنتقد هو النمط المخرب الأكثر هيمنة على الغالبية من الناس، وهو بمثابة القائد للآخرين. هو ينتقدك، وينتقد الآخرين، وينتقد ظروفك، حيث يبحث عن العيوب في كل هذه الجوانب، بينما يجعلك أيضاً تعتقد أنك مجرد عقلاني وتحاول إصلاح عيوبك أو عيوب الآخرين. ينتقدك ذاتياً من خلال إخبارك أنك لست جيداً بما يكفي، وأنه إذا سمحت لنفسك بالرضا عما أنت عليه، فسوف تتوقف عن التحسن، ولن تكون جيداً بما فيه الكفاية. يخبرك أنه عليك أن تعاني حتى تجعل نفسك أفضل، وأن السعادة هي مجرد كسل. وهذه الأنواع من الأحكام الذاتية يمكن أن تتفاقم بسبب الإنتاجية السامة أو الميل الثقافي لإعطاء قيمة مفرطة للعمل والإنجازات المهنية، وشيطنة الراحة وتمجيد المعاناة. في حين أن هذه العقلية قد تؤدي إلى نجاح مهني أكبر، فقد ثابت أنها تضر بالصحة العقلية والتوازن بين العمل والحياة، ويمكن أيضاً أن تؤثر سلباً على صحتك الجسدية. والعيوب التي تشير إليها في الآخرين هي نفس العيوب التي تراها في نفسك، حتى ولو لم تدرك أنت ذلك. يشير هذا إلى أن الحكم على الآخرين لا يؤثر سلباً عليهم وعلى علاقتك بهم فحسب، بل يؤثر أيضاً على صورتك الذاتية وعلى سعادتك، ومن خلال انتقاد ظروفك يجعلك غير رغض أبداً، فهو يضع شرطاً على سعادتك، ويخبرك أنه لا يمكنك أن تكون سعيداً إلا عندما يقع حدث معين في المستقبل، ويقوم كذلك بتحريك قوائم المرمى في كل مرة تقترب فيها من الشيء الذي من المفترض أن يجعلك سعيداً، فسيخبرك أنك لن تكون سعيداً حتى تحصل على وظيفة براتب مائة ألف مثلاً، وعندما تحصل أخيراً على هذه الوظيفة، الآن يركز مرة أخرى على حدث مستقبلي يجب أن يحدث قبل أن تكون سعيداً، مثل الحصول على منزل، عطلة فخمة، أو وظيفة راتبها خمسمائة ألف مثلاً، الأنماط المخربة التسعة الأخرى سنذكر هنا صفات الشخص الذي يقوده هذا النمط المخرب، فإن كانت تغلب عليك هذه الصفات، أعلم أن هذا النمط هو ما يقود تفكيرك وسلوكك، وسنبدأ بالمخربين المنتقدين، حيث أن بعض المخربين يتميز بالميل إلى الإفراط في النقد، ويطالبون أنفسهم والآخرين بالوثاء بتوقعاتهم، المتحمس المفرط للإنجاز، هو مدفوع لإثبات نفسه من خلال تحقيق الإنجازات الشخصية ليشعر بالرضا عن نفسه، إنه مهتم بكيفية نظر الآخرين إليه أكثر من اهتمامه بالبقاء صادقاً مع نفسه، وهو يغير سلوكه وهويته بناء على ما يعتقد أن الآخرين سيقدرونه بدلاً من أن يقدره هو نفسه، قد يكون ميالاً للتنافس، ويميل غالباً لإعطاء الأولوية للعمل على حساب مناح أخرى في حياته، وبسبب تصوره بأن مشاعره تشتته عن العمل، يهمل عواطفه، ويجد صعوبة في التعبير عنها أمام الآخرين، نظراً لأنه يبدو ناجحاً في مجاله، يجد الآخرون غالباً أنهم ملهمون لتقليده، وكذلك يجب عليهم التركيز على تحقيق النجاح كمفتاح لتطوير أنفسهم، يتغذى هذا المخرب من المغالطة المعرفية التي هي الاتساع في الإنجازات الإيجابية، مما يركز فقط على التفوق في الإنجازات، مما يجعلهم يتجاوزون إنجازاتهم الخاصة، ولا يشعرون بالرضى أبداً بما قاموا به، وهذا يشبه كثيراً المخرب الأول المنتقد. يشعر بضرورة السيطرة على ظروفه وعلى الآخرين، يتنافس أو يتحدى الآخرين بهدف التواصل معهم، ويواجه صعوبة في فهم سبب استجابة الأشخاص بشكل سلبي لهذا النهج. يشعر بالانزعاج والقلق عندما لا يمكنه السيطرة على الوضع، ويعتقد أن الآخرين يرغبون أيضاً في أن يكونوا تحت سيطرته. يعتقد أن الآخرين لن يحققوا الكثير إذا تركوا لأنفسهم، ويواجهوا صعوبة في قبول أوامر الآخرين، ويدفع الأشخاص إلى تخطي حدودهم، يشعر الآخرون بالاستياء والاختناق بسبب السيطرة المفرطة من جانبه. ويتغذى هذا المخرب من المغالطة المعرفية التي هي الأعتقاد بأنك مسؤول ومسيطر على كل شيء في حياتك وحياة من حولك، وهذا يؤدي إلى الشعور بأنك مسؤول شخصياً عن نجاحي وحياة الجميع، مما يجعلك تشعر بالاستياء من الآخرين عندما يقاومون محاولاتك للسيطرة عليهم. ويتغذى هذا النمط أيضاً من خلال الامتياز أو الاعتقاد بأن بعض القواعد، مثل القاعدة التي تقول أن الآخرين يجب أن يفعلوا ما تقول، يجب أن تنطبق على الآخرين، ولكن ليس عليك. المدقق هو الشخص المتطلب، يضع معايير عالية لنفسه في كيفية القيام بالأمور بطريقة صحيحة. هم ينتقدون الآخرين بشكل شديد عندما لا يلتزمون بهذه المعايير، ولكنهم أيضاً حساسون للغاية تجاه الانتقادات التي توجه إليهم من الآخرين. يكونون غير متسامحين تماماً مع الأخطاء، ويظهرون صرامة في تفكيرهم وفي أسلوبهم. يمكن للآخرين أن يشعروا بالاستياء منهم لأنهم يبدون متغطرسين وصعبين مراس. وهذا المخرب يتغذى على مغالطة الشخصنة، التي تجعلك تماماً كما في مغالطة السيطرة، تعتقد أنك مسؤول عن أمور خارجة تماماً عن نقاق تحكمك. ولهذا تجد المدقق يلتزم بصفات وسلوكيات معينة، معتقداً أنه إذا لم يتبع هذه الصفات والسلوكيات، ستحدث أمور سيئة. ومغالطة الشخصنة تسبب شعوراً قوياً باللوم، مما يجعلك تلوم نفسك على عدم منع الأحداث السلبية، حتى لو كانت غير متوقعة وخارجة عن نطاق سيطرتك، كما يجعلك تأخذ الأمور بشكل شخصي جداً. وصورة متطرفة من مغالطة الشخصنة، هي الإضطراب الحساس للرفض، وهو رد فعل شديد على الانتقادات، حتى أنه يجعلك تشعر بألم جسدي أحياناً. بعد هذا، سننتقل إلى المخربين المشتتين، الذين يميلون بشكل خاص إلى محاولة تشتيت انتباهك عن مشاكلك وعواطفك السلبية، مما يجعلك تبدو بعيداً ومنفصلاً عن الآخرين. المشتت هو المخرب الذي يسعى للمتعة، ولا يمكن أن يكون راضياً بما لديه، وهم يميلون إلى القيام بمهام متعددة، ولديهم العديد من المشاريع في وقت واحد، لكن من السهل تشتيت انتباههم عن المهام، ويحتاجون إلى التجديد المستمر في حياتهم. هم يواجهون صعوبة في التفكير في مشاعرهم، ويخشون من المشاعر السلبية وفقدان الفرص. يستخدمون السعي للمتعة لتجنب العيش في الحاضر، والتعامل مع مشاعرهم أو مشاكلهم. يمكن أن يواجه الآخرون صعوبة في التواصل معهم بسبب تجنبهم لهذه الأمور، ويمكن أن يكون من الصعب مواكبة احتياجاتهم واهتماماتهم المتغيرة. والمغالطة المعرفية التي يتغذى هذا المخرب عليها هي الاعتقاد بإمكانية القيام بعدة مهام في نفس الوقت، بنفس مستوى التركيز والاهتمام، وقد أظهرت الدراسات أن هذا ليس ممكن في الواقع، ومحاولة القيام بذلك تقلل من كفاءتك، وتجعلك أكثر انشغالاً، وهو ما قد يكون في الواقع جذاباً لهذا المخرب، فيمكنه تجنب التفكير في مشاكله وعواطفه. المتجنب يركز بشكل غير متناسب على الإيجابية من أجل تجنب السلبية. إنهم يتجنبون أي نوع من الصدام أو السرع، ويصعب عليهم قول لا، والحفاظ على حدود صحية مع الآخرين. يختارون ترك المشكلات تتفاقم، خاصة إذا كانت المواجهة قد تزعج شخصاً آخر. يبذلون جهداً كبيراً لإيجاد توازن سلمي في حياتهم، ويشعرون بالقلق من فقدانه. يكبتون مشاعرهم السلبية من أجل الحفاظ على السلام، وهذا يمكن أن يمنعهم من تكوين روابط عميقة مع الآخرين، حيث يشعر الآخرون في كثير من الأحيان أنهم لا يستطيعون الوثوق بالمتجنب في أن يكون صريحاً حول مشاعره. ويتغذى المتجنب على مغالطة التقدير المبالغ فيه للتهديدات المتصورة، فيؤدي الخوف من عدم القدرة على التعامل بفعالية مع المواقف السلبية إلى تجنب تلك المواقف قدر الإمكان، وكبت المشاعر السلبية وتركيز فقط على الإيجابيات. كما يمكن أن يؤدي إلى تجنب المهام غير المرغوبة أو تأجيلها، والتي أظهرت الدراسات أنه ليس بالضرورة ناتجاً عن سوء إدارة للوقت أو نقص في الإرادة، وإنما يمكن أن يكون ناتجاً عن عدم القدرة على التحكم في المشاعر المرتبطة بتلك المهام. المفرط في العقلانية يعتمد على نهج موضوعي وعقلاني تماماً في كل جانب من جوانب الحياة، إنهم ينظرون إلى العواطف على أنها عوائق أمام الإنتاجية وأمام الموضوعية، يميلون إلى الشك والجدل، وغالباً ما يكونون عبقريين أو أذكياء، لكنهم مغرورون ويربطون قيمتهم بذكائهم وموضوعيتهم، يشعرون بالإحباط من مشاعر الآخرين ويحتقرونها، وغالباً ما يشعرون بالوحدة وكأنه لا أحد يستطيع أن يفهمهم، نهجهم التحليلي للعلاقات البينية يمكن أن يؤدي بهم إلى علاقات ضحلة، ويمكن حتى أن يشعر الآخرين بالخوف، هذا المخرب يغذيه نقص في الذكاء العاطفي، فالاعتقاد بأن التفكير العاطفي والتفكير العقلاني متناقضين غير صحيح، فتجاهل العواطف يمكن أن يؤدي إلى تجاهل معلومات هامة للسياق العام. آخر ثلاثة مخربين هم الخائفون أو المرتابون، حيث يعملون انطلاقاً من الشعور بالخوف، مما يستنزف طاقتهم ويجعلهم يركزون على مشاكلهم وقلقهم. المرضي، يسعون جاهدين للحصول على استحسان الآخرين من خلال مساعدتهم ومدحهم، وعادة يجدون صعوبة في التعبير عن احتياجاتهم الشخصية بوضوح، وبدلاً من ذلك، يحاولون تلبية تلك الاحتياجات من خلال تقديم المساعدة والتوقع أن يكافئهم الآخرون بنفس الطريقة، وعندما لا يحصلون على هذه الاستجابة قد يشعرون بالاستياء. انشغالهم المفرط بمساعدة الآخرين قد يؤدي إلى الإجهاد والاستنزاف، وقد يجعل الآخرين يعتمدون بشكل كبير على هذه المساعدة أو حتى إلى استغلالهم، والسلوك الشائع للمرضي هو محاولته إسعاد الجميع وإرضاءهم حتى ولو على حساب سعادته وسحته، والذي قد يكون نتيجة لثقة منخفضة في الذات وخوف من أن يعتبر أنانياً، أو من أن يواجه عواقب سلبية عندما يرفض مساعدة الآخرين، أو عندما يقول لا. المفرط في الحذر يشعر باستمرار بالقلق من كل الأمور التي قد تسير بشكل خطئ، وعندما تحدث أمور لا تتوافق مع توقعاته، فإنه يتفاعل معها بشكل مبالغ فيه، يتوقعون دائماً أن يخطئ الآخرون ويخشون الانتقاد عندما يخطئونهم، عادة ما يعتمدون على القواعد والسلطة للحصول على شعور بالأمان، ويمكن أن يؤدي حذرهم المستمر وقلقهم الدائم إلى الإرهاق لهم ولمن حولهم، والطاقة التي يمكنهم تكريسها لتحقيق أهدافهم يستهلكها قلقهم الدائم وحذرهم المستمر، ويتغذى هذا النمط على التهويل، حيث يفترضون دائماً أن الأسوأ سيحدث، ويمكن أحياناً أن يبدو التهويل كطريقة لتخفيف آثار حدث سلبي من خلال أعداد نفسك لأسوأ نتيجة، لكن أسوأ النتائج عادة ما تكون غير مرجحة، والضغط أو القلق الذي يترتب على التهويل يمكن أن يكون أكثر ضرراً من الحدث السلبي نفسه، الضحية، يستخدم العواطف وشعور بالاضطهاد لجلب انتباه الآخرين، عندما يواجهون الضغوط والتحديات يميلون إلى الإنغماس في العواطف السلبية مثل الاكتئاب واللمبالات، يشعرون بأنهم غير مفهومين من قبل الآخرين، وأنهم يعانون من مصائب ومشاكل تثقل عليهم، وبالرغم من أنهم يتوقون للتواصل والاقتراب من الآخرين، إلا أن تقلباتهم العاطفية وميلهم للعزلة قد يبعدهم عن الآخرين أو يبعد الآخرين عنهم، وغالباً ما يشعر المحيطون بهم بالذنب لعدم قدرتهم على مساعدتهم، بعد أن عرفنا بالتفصيل الأنماط المخربة العشر، سنتطرق الآن إلى كيفية مواجهتها. الحكيم، كيفية مواجهة الأنماط المخربة. الحكيم يقصد به الكاتب هنا الجزء من شخصيتك الذي يمكنه التحكم وتغلب على الأنماط المخربة، أنه يجسد الجزء من دماغك الذي يساعدك على النمو والتطور. هل تذكر حليفك الوفي؟ ولدى الحكيم خمس تقنيات يستطيع استخدامها لدفع حياتك للأمام بطريقة إيجابية، وهذه التقنيات هي التعاطف، الاستكشاف، الابتكار، التوجيه، والتنفيذ. بإتقانك واستثمارك لهذه المهارات، سوف تساعد نفسك على التحسن في جميع جوانب حياتك، مثل حل المشكلات أو تحقيق نمو في أي مجال آخر. التقنية الأولى، التعاطف. أولا، لنزل الالتباس عن معنى التعاطف المقصود هنا، فغالبا ما يخلط الناس عند سماع كلمة التعاطف بين مفهومين، مما يمكن أن يؤدي إلى سوء استخدام كلتا المهارتين. المفهوم الأول، سيمباتي، يأتي بمعنى الشفقة، أي الشعور بالسوء تجاه شخص ما تعرض لحادث أو صدمة. أما المفهوم الثاني، أمباتي، المذكور في هذا الكتاب يشير إلى الشعور وفهم عواطف شخص آخر، أي أن تضع نفسك مكانه، وتحاول رؤية الأمور من وجهة نظره، ويوفر هذا التعاطف السياق العاطفي لفهم ما يشعر به الشخص وما الذي قد يحفز سلوكه. من الممكن، بل ومن المفيد أن تتعاطف مع شخص لا تتفق معه، ويمكن أن يفتح هذا التعاطف الباب للتواصل الذي يمكن أن يساعد في تصحيح السلوك السلبي للشخص الآخر، وهذا المفهوم أمباتي هو المراد من التعاطف في أغلب الكتب. تمكن هذه التقنية الحكيم من تقديم الإمتنان والقبول واللطف لك وللآخرين، وللتعاطف أهمية كبيرة عندما تشعر أنت أو شخص آخر بالألم أو التعب، فهو ببساطة يشفي ويجدد طاقتك حتى تستطيع المواصلة. هذه المهارة تقاوم الإصرار الذي يظهر من المنتقد، حيث يحاول إقناعك بأنك أنت أو الآخرون لا تبذلون جهداً كافياً. وعندما تمارس التعاطف، تشعر باستجابة فيزيولوجية تساعد جسمك على الاستراحة من خلال خفض مستوى الاستجابة للتوتر، وهذا بدوره يساعدك على الاسترخاء. ولكن من المهم تجنب الوقوع في فخ التعاطف السام، وهو الميل للتعاطف المفرط مع الآخرين لدرجة أن احتياجاتهم ومشاكلهم تكون أولوية في حياتك. هذا الأمر قد يؤدي إلى تغذية النمط المخرب المرضي، الذي يمكن أن يؤثر سلباً على تفكيرك وسلوكك. لذا، تحقيق التوازن بين التعاطف مع الآخرين ومع نفسك، واحترام احتياجاتك هو السبيل لتجنب هذا الفخ والحفاظ على استقرارك النفسي. ولممارسة التعاطف، ينصح الكاتب أن تكون منفتحاً لوجهات نظر جديدة، والإنصات للآخرين بدون إصدار أحكام أو لوم. وكذلك القراءة عن أشخاص مختلفين عنك تفتح آفاقاً ورؤى ووجهات نظر، حيث تشير بعض الأبحاث إلى أن قراءة الروايات والأدب بصفة عامة تعزز من التعاطف والذكاء العاطفي. التقنية الثانية، الاستكشاف من خلال الاستكشاف، يمكنك استغلال فضولك الطبيعي لاكتشاف أفكار جديدة أو حلول للمشكلات. تكون هذه التقنية في غاية الفعالية عندما تحتاج إلى حل ولكنك تحتاج إلى فهم المشكلة بشكل أفضل أولاً. كثير منا يقاومون الاستكشاف، لأننا نركز على المضي قدماً أو على الرد على حجج الآخرين، وبالتالي لا نفكر في كيفية إعادة فحص ما نراه في اللحظة. إذا كنت بالفعل تعتقد أنك تعلم إلى ما سيقول الأمر لأنك معتاد عليه، أو إذا كنت تحاول فقط الفوز في مناقشة، ستركز فقط على المعلومات التي تدعم وجهة نظرك، بدلاً من فهم كل جانب من جوانب الوضع أو الاستماع بشكل محايد إلى وجهة نظر الشخص الآخر، وبالتالي لن تقوم بالاستكشاف لاكتشاف رؤى ووجهات نظر بديلة. وللاستفادة الفعالة من هذه التقنية للتغلب على الأنماط المخربة الداخلية، يوصي الكاتب، مثلاً عند استكشافك لموقف صعب، حاول ترك مشاعرك جانباً، وكن شخصاً هدفه الوحيد في تلك اللحظة هو التعلم دون أن تحكم على ما تتعلمه. سيعمل هذا على مواجهة المنتقد الداخلي، الذي يميل إلى إهتمام فقط للمعلومات التي تدعم وجهة نظرك. سيعمل أيضاً على مواجهة تأثيرات مخربين آخرين، مثل العقلاني المفرط، الذي يوجهك لتجاهل مشاعر الآخرين، أو الضحية، الذي يوجهك إلى النظر إلى آراء الآخرين على أنها هجوم شخصي. التقنية الثالثة، الإبتكار. تتيح لك هذه التقنية إبداع أفكار وحلول جديدة وغير متوقعة لحل صراع أو مشكلة دون أن تكون الأحكام أو التحيوزات عائقاً أمامك. إنها عبارة عن توليد أكبر عدد ممكن من الأفكار الجديدة دون تقييمها على الإطلاق. تكون هذه التقنية في أوجها عندما تجد نفسك أمام موقف حيث لم يعود الأسلوب القديم للتعامل مع الأمور فعالاً، وتحتاج إلى تبني تكتيك جديد. لكن منع تقييم الأفكار والحكم عليها فور ظهورها أمر صعب، لأن المخرب المنتقد الداخلي يرغب في تقييم كل فكرة مما يجعلنا ننظر إلى الأفكار بشكل أكثر إيجابي إذا كانت مشابهة للأفكار المألوفة لدينا، وهذا ما يجعلنا منغلقين أمام المزيد من الأفكار المبتكرة التي يمكن أن تحسن أسالبنا الحالية بشكل كبير. عندما نقوم بتقييم الأفكار فور ظهورها، يمكن للصوت الداخلي السلبي أن يمنعنا من تحقيق أفكار رائعات حقاً، فغالباً ما يقرر المخربون الداخليون أن الفكرة غير عملية أو صعبة جداً أو غير جديرة بالنظر، وبالتالي نبقى محصورين في تصوراتنا السابقة، وأنماطنا القديمة للتفكير والعمل، ولا نستطيع أن نأتي بحل جديد ومبتكر، والاستخدام تقنية الابتكار للتغلب على الأنماط التخريبية، يوصي الكاتب أنه بمجرد ظهور فكرة منك أو من شخص آخر، بادر بقول نعم وهذا ما يعجبني في هذه الفكرة، ثم شارك الفكرة التالية. هذا الأسلوب يشجعك على التعرف على كل فكرة وتعبير عن التقدير تجاهها قبل التحول إلى الفكرة التالية. وفي نفس الوقت يمنع تدفق التعليقات السلبية التي قد تأتي مع الجمل التي تبدأ بي، لا أو لكن. التقنية الرابعة، التوجيه. تساعدك في اختيار خطواتك عندما يكون هناك العديد من الخيارات المتاحة، ولست متأكداً من أيها هو الأفضل. ستستخدم هذه التقنية لتقييم الخيارات المختلفة المتاحة لك واتخاذ القرار، استناداً إلى قيمك الشخصية. تصبح هذه القيم أداة توجيهك، وكلما استخدمت هذه الأداة بشكل أكبر، كلما تعززت قيمك، واستخدمتها بفعالية أكبر لتوجيه أفعالك باتجاه الأفضل. والاستخدام هذه التقنية بفعالية أكبر، يجب أن تكون على اتصال بقيامك الشخصية. الأمر الذي قد يكون صعباً، عندما يحاول مخربك الداخليون إضافة قيم زائفة. على سبيل المثال، قد يحاول النمط المفرط في العقلانية دفعك نحو مسارات تبدو أفضل في السيرة الذاتية، ولكنها لا تملأك عاطفياً. والنمط المدقق قد يحاول دفعك نحو المسار الذي يترك أقل مجال للخطأ، حتى عندما يمكن أن تكون هذه الأخطاء مفيدة. في كتاب أيقظ العملاق الذي بداخلك، يوضح توني روبينز أن فهم قيمنا يمكن أن يكون صعباً، لأن العديد منها تطور دون وعي منها. كثير منها نشأ بفعل التشكيل الاجتماعي من الأباء والمعلمين والأقران، لذا العديد من القيم الحالية ترتبط أكثر بالسلوكية التي تلقيت على أساسها مكافآت في الماضي، بدلاً من المبادئ التي تعتبر مهمة بالنسبة لك شخصياً. هذا يفتح الباب أمام مخربيك الداخليين للتأثير على قيمك من خلال ربطها بتصورات الآخرين عنك. ويوضح روبينز أن هناك نوعين من القيم، الأهداف أو القيم التي ترتبط بنتائج مستقبلية مرغوبة، والوسائل أو القيم التي ترتبط بطرق تحقيق النتائج المرغوبة، ويؤكد أنه يجب أن تكون على دراية بالاختلافات بين هاتين القيمتين، وتجنب التركيز حصراً على الوسائل، لأنك ستخاطر بفقدان رؤية ما ترغب في تحقيقه في النهاية. فمثلاً، إذا كانت القيمة النهائية التي ترغب في تحقيقها هي تعزيز الثقة بالنفس، قد تقرر متابعة هذا من خلال وسيلة مثل ممارسة التمارين الرياضية، مع التركيز على قيمة الصحة البدنية، ومع ذلك، إذا كنت مهوساً بشكل زائد بالاعتقاد بأنه يجب أن تغير مظهرك الجسدي، قد تؤدي هذه النظرة إلى تقويض ثقاتك بنفسك. التقنية الخامسة، التنفيذ تتيح لك هذه التقنية اتخاذ الإجراءات دون تدخل من الأنماط المخربة الداخلية. إنه التكتيك الذي يجب عليك استخدامه بمجرد أن تحدد بوضوح المسار الذي يجب أن تسلكه، وتسمح لك بفعل ما هو صحيح بهدوء ودون ارتباط عاطفي بالنتيجة. جميع مخربيك يحاولون التدخل في مهاراتك في التنفيذ. يستخدمون تحفظاتهم لجعلك تضيع وقتك وطاقتك وتقلل خياراتك وتفقد مسار ما هو الأفضل بالنسبة لك. ويقترح الكاتب للاستفادة من مهارة التنفيذ التوقع المسبق للطرق التي سيحاول بها مخربوك الداخليون التدخل في خطواتك. على سبيل المثال، قد يخبرك المتجنب أن التقنية الجديدة للمبيعات التي وضعتها غير مجدية، بمجرد أن تفكر في الأكاذب المختلفة التي قد يخبرك بها مخربوك ليمنعك من البدء، سيكون من الأسهل مواجهتها وتفكيكها عندما تظهر لاحقا. قدرتك العامة على الحفاظ على هيمنة الحكيم الداخلي واحتواء تأثير مخربك تشكل معدل الذكاء الإيجابي الخاص بك، حيث تشير نسبة مئة بالمئة إلى أن الحكيم دائما في السيطرة وعقلك يعمل دائما لصالحك. في حين تعني نسبة واحد بالمئة أن عقلك دائما يعمل ضدك، وعلى الرغم من أن نتيجة تسعة وخمسين بالمئة تشير إلى أن عقلك يعمل لصالحك معظم الوقت، إلى أن تجربة تشامين أظهرت أن أي نتيجة تحت معدل خمسة وسبعين بالمئة تعني أن تأثير مخربك لا يزال أكبر من تأثير الحكيم. وهذا يشير إلى أن الآثار السلبية للأنماط المخربة تكون ثلاث مرات أقوى من الآثار الإيجابي للحكيم. وحسب الكاتب، نسبة عشرين بالمئة فقط من الأشخاص لديهم مؤشر الذكاء الإيجابي بنسبة خمسة وسبعين بالمئة أو أعلى. والسبب، وراء كون تأثير الأنماط المخربة الداخلية أكبر من تأثير الحكيم، قد يكون نتيجة انحياز البشر نحو السلبية. يعني هذا أننا كبشر نميل إلى التركيز والانتباه للأشياء السلبية أكثر من الإيجابية. وهذا الانحياز نافع عندما نحتاج إلى اكتشاف تهديدات حقيقية وخطرة. ولكنه يمكن أن يكون ضاراً عندما يجعلنا نفكر بشكل مستمر في مصادر التوتر في حياتنا، ونظراً لعدم إمكانية القضاء على مصادر التوتر في حياتنا، يتطلب التغلب على تأثير هذا الانحياز نحو السلبية. أن نركز بوعي على الأمور الإيجابية وأن نقوم بمعالجتها بشكل أعمق وأكثر تفصيلاً. هذا يعني أنه يجب علينا أن نهتم ونركز على الأشياء الإيجابية بشكل نشط، وأن نمنحها وقتاً واهتماماً أكثر من الأمور السلبية. عن طريق القيام بذلك، يمكن للأمور الإيجابية أن تؤثر على عقولنا بشكل أكبر من السلبية. الخطوة الأولى لزيادة معدل ذكائك الإيجابي هي فهم أنماطك الداخلية المخربة، لأنها تقوم بتقويض تفكيرك وسلوكك بطرق غير مفيدة. الخطوة الثانية هي استغلال قوى الحكيم الداخلي بشكل واعي. أخيراً صديقي، نقدم لك هذا التمرين البسيط لمعرفة النمط المخرب الغالب عليك ومواجهته. لنبدأ، يجب أن نأخذ في اعتبارنا مجموعة متنوعة من أنواع المخربين، ونحدد أي منها قد يكون له وجود أكبر في تفكيرنا. إذا كنت تشعر بأنك دائماً توجه الانتقادات، قد يكون ذلك نتيجة تأثير مراقب المنتقد أو المدقق، وإذا وجدت نفسك بانتظام مشتة الذهن، فربما تتحدث تلك الأصوات الداخلية إليك من خلال المتجنب. بعد هذا، قم باستكشاف كيف يؤثر هذا النمط المخرب على تفكرك وسلوكك، كيف يحد من قدرتك على التصرف بحرية. فكر في أحد القرارات التي اتخذتها مؤخراً أو اعتقدت أنك اتخذتها نتيجة تأثير هذا النمط المخرب لديك، ثم افترض كيف ستكون الأمور مختلفة إذا كنت تتبع طريقة تفكير الحكيم. في النهاية، قم بوضع خطة محكمة لمواجهة هذا النمط المخرب في المواقف السلبية عندما يحاول التأثير عليك. هل يمكنك التفكير في كيفية التعامل معه بشكل فعال؟ ما هو رأيك في تجاوز تأثيره؟ هل يمكنك تفعيل حكيمك ليساعدك في التصدي لهذا التأثير السلبي؟ انظر إلى النمط المخرب من منظور أكثر حكمة واستراتيجية، وتحدث مع نفسك بأسلوب مهدئ وتوجيهي. بتطبيق هذه الأفكار والاستفادة من قوة حكيمك، يمكنك تعزيز قدرتك على التغلب على هذا المخرب وتحقيق نجاحات أكبر في التفكير والسلوك. كنت معكم، أنا سعيد ولد محمد من قناة أوديو تاب، أرجو لكم جميعا التوفيق، ودمتم رائعين.